في الوقت الذي كانت أسباب إصرار السلطات في أربيل على إجراء استفتاء الانفصال عن العراق حاضرة، كانت أسباب فشله موجودة أيضاً معهد لندن للعلوم السياسية والاقتصادية، نشر دراسة مفصلة كشف من خلالها عن العوامل الدولية المؤدية إلى فشل استفتاء الانفصال الذي أجرته الحكومة في كردستان في شهر أيلول من العام الماضي الدراسة أشارت إلى أن العلاقات السياسية والأمنية بين كل من واشنطن وأربيل لم تجد نفعاً في إنجاح مخطط الاستفتاء في كردستان العراق المعهد أكد أن التخبط الداخلي الذي عاشته الرئاسة الأمريكية الجديدة حينها وعدم تمتعها بالدعم المحلي الكافي فضلاً عن تناقضات سياستها الخارجية فيما يخص منطقة الشرق الأوسط ناسيما العراق الذي وضع الإدارة الأمريكية في حالة الخوف من خلق بيئة مضطربة جديدة على غرار حربيها ضد العراق عامي 1991 و2003 محاولات الساسة الأكراد لجذب المزيد من المصالح الاقتصادية والجيوسياسية الأمريكية إلى جانبهم من بوابة الأمن والدفاع المهمة لواشنطن في المنطقة وما تملكه الولايات المتحدة من قواعد عسكرية في كل من أربيل ودهوك لم تنفع هي الأخرى في إنجاح عملية الاستفتاء لحسب الدراسة وعلى الرغم من محاولات أربيل التوفيق بين العلاقات الأمريكية الروسية من أجل تحقيق مساعيها الانفصالية إلا أن الصراع بين الطرفين كان حاضراً هو الآخر في ساحة الاستفتاء الأحادي الجانب حيث أن الموقف الروسي الهادئ تجاه الاستفتاء كان مدفوعاً بالمصالح الاقتصادية لموسكو في كردستان خاصة في المجال النفطي الذي تمثل بتوقيع شركة روزنفيت النفطية صفقات استثمار في خمسة حقول للنفط شمالية العراق دول الجوار كان لها موقفها أيضاً من انفصال كردستان إذ نددت كل من تركيا وإيران بالاستفتاء الذي تخشيان أن يشجع مطالب الاستقلال بين السكان الأكراد على أراضيهما